السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولهاتي لو انا عايز اخلي تيجست او ستايل معين للفونتات يبقى فتراضي لو فتحت مقنف جديد بعمل ايه دولهاتي انا ممكن اعمل سيلكتا كده وادخل هنا اقول له انا عايز اشوف الفونت وعدل زي ما اعايز يعني عدل الفونت اهوت وخلي مثلا كبير شوية وخلي بولت وخلي بالشكل دوت المهم يعني قادر عدل في زي ما اعايز تمام بعد كده لو دستوك ايه التعادلات دي هتحصل هنا فممكن اقول له set as default بيسألن سؤال انت عايز للملف ده بس والعايز بقى هيتحط في الملف اللي اسمه normal بحيس لو فتحت اي ملف جديد يبقى هو ده الاصلي فبقول له خلاص خليه في old comment اوكي بقى بالشكل دوت تمام طيب خليها بقى نفتح نزايف دوت ودلوقتي بقى اقول له انا عايز ملف جديد file new بتجي تكتب بتلاقي واخد نفس ال style اللي احنا حددناه من عدل زي ما انت عايز 20 bold وكده وبعد كده اقول له set as default يتطبق معاك في كل ملفات بعد كده تمام طيب نارجع بس الحاجات طيب برضو ممكن الحاجات التانية ان انا اجي هنا ولما بقول له head to بياخد ال head to ويبدأ يظهر معايا هنا في ال heading طيب ممكن اجي هنا وقول له انا عايز modify فعدل في head to بحيس ال head to لما اختارها تتغير اللون بتاعها مثلا يبدلون بتاع head to مثلا وده الفونت بتاعه بيتغير بحيس اول ما اخت لو انا في خطط اي تكست باي حاجة وعلمت علي يقول له head to يبدأ ياخد نفس التنسيق اللي موجود في head to اشتركوا في القناة